تحقيق خاص ومستقل لفورنزك أركتكتشر من جامعة لندن ووحدة الهندسة الاستقصائية في مؤسسة الحق وفرت الجزيرة في هذا التحقيق الأدلة وأكد استنتاجه روايتها وتحقيقاتها منذ اللحظة الأولى بأن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الزميلة شيرين أبو عقلا ورفاقها الصحفيين ودحض آخر الروايات الإسرائيلية المتغيرة التي قالت فيها إسرائيل إن هناك احتمالا أكبر بأن تكون أبو عقلا أصيبت عن طريق الخطأ بنيران جندي إسرائيلي كان يستهدف مشتبها فيهم من المسلحين الفلسطينيين ولم يتعرف عليها بصفتها صحفية في هذا التحقيق تكشف مجموعة حقائق جديدة كان إطلاق الرصاص عن عمد وإصرار وتكرار وكان الجندي قدرة التعرف على الهدف وبأنهم صحفيون وحاول الجندي منع إسعاف شيرين بعد إصابتها ولم يكن هناك اشتباه بوجود مسلحين خلال فترة إطلاق النار أو في المكان عند وجود الفريق ولكن على ماذا اعتمد التحقيق في الوصول إلى هذا الاستنتاج؟ جمعت لقطات وفرتها الجزيرة للحظة الاغتيال وتم مزامنتها مع لقطات أخرى التقطها شهود عيان بكاميراتهم عبر مزامنة صوت الطلقات لتظهر لحظات استهداف شيرين والفريق الصحفي كما استخدمت تقنية القياس التصويري التي تضع الصور ضمن أبعاد دقيقة ضمن تقنية التحليل الهندسي الرقمي وهي تقنية توضح المسافات والأحجام بدقة ومواقع وقوف الصحفيين وشيرين وموقع وقوف سيارات قوات الاحتلال بالضبط عند إطلاق النار وحتى كيف بدت زاوية الرؤية من تلك النقطة تمت مزامنة كل العناصر واتضح إطلاق ثلاث رشقات من الرصاص ست رصاصات في الرشقة الأولى وسبعة في الرشقة الثانية وثلاث رصاصات متفرقة في المرة الثالثة أطلقت كل تلك الرصاصات دراكا وليس رشا أي أن القناص كان يضغط على الزناد بشكل منفصل في كل مرة يطلق فيها رصاصة ما يؤيد فرضية الاستهداف المتعمد الرشقة الأولى من ست رصاصات أطلقت من فتحة قناص متموضع في المركبة المدرعة الأمامية أطلقت بشكل متتال فأصابت رصاصة الزميل علي الصمودي ويظهر وهو يحاول الاختباء بعد ثمان ثوان رشقة ثانية من سبع رصاصات تطلق دراكا كذلك إحدى الرصاصات تصيب شيرين وتقتلها على الفور بعد دقيقتين يحاول مدني غير مسلح هو شريف عزب إسعاف شيرين ويطلق عليه ثلاث رصاصات متباعدة كيف اتخذ الجندي هذا القرار؟ لننظر إلى المشهد بعدسته هذا نوع البندقية M4 الذي يحمله القناصة في تلك الوحدة يتطابق مع ما ذكرته الجزيرة سابقا في تحقيقاتها وهذه هي الرصاصة ذات الرأس الأخضر النوع الخارق للدروع التي نشرتها الجزيرة سابقا وشائع استخدامها في بنادق M4 التي تستخدمها قوات الاحتلال يوجد عليه منظار مكبر لأربع مرات هكذا يبدو المشهد من عدسة القناص تجاه الهدف تظهر بوضوح على تلك المسافة إشارة الصحافة التي ترتديها شيرين وزملاؤها لإضاح هذا المشهد بشكل جلي من عين القناص ومنظاره وضع فريق التحقيق مصورا بكاميرا وتم تقريب العدسة أربع مرات لنرى كيف بدت شيرين وزملاؤها له اللون الأحمر يظهر مجال رؤية القناص وتظهر عمليات مزامنة أن القناص كان يطلق النار عند محاولة دخول المسعف في مجال رؤيته في حين كان يتوقف عن الإطلاق عند خروجه من مجال الرؤية عند محاولة إسعاف شيرين تم إطلاق النار ثلاث مرات عند دخول المسعف مجال رؤية القناص وهو ما يدل على محاولة منع الإسعاف بشكل متعمد كما يظهر هذا الشكل مسار المقذوفات تتبعه التحقيق من العربة وحتى نقطة الإصابة ويظهر دقة التصويب ست رصاصات أطلقت في أقل من متر مربع ما يدل على دقة التصويب والاستهداف وأنه لم يكن عشوائيا أو رد فعل على إطلاق نار وأظهر أن كل الرصاصات كانت تستهدف المنطقة فوق الكتف بمعنى أنها كانت تستهدف القتل وليس الإصابة أو التخويف ويظهر التحليل الصوتي للطلقات وبصمة الصوت بأن مصدر النيران في منطقة وجود الصحفيين كان من قوات الاحتلال وحدها كما تنفي الصور وجود أي مسلح في المجال البصري للقناص أو بين فريق الصحفيين وقوات الاحتلال ما يؤكد عدم وجود سببا لإطلاق النار خاصة وأن الصحفيين اتبعوا بروتوكولات التعريف بالنفس عبر وجودهم بشكل واضح بإشارة الصحافة في مدى بصر قوات الاحتلال وتقدموا ببطء لكن إطلاق النار كان مباشرا حسب التحقيق وبهدف القتل دون سابق اندار